اشتركوا في القناة كيف أحد أكثر النتائج غرابة في علم الأحصاب هي أن الوعي غالبا ما يكون آخر من يعلم وهذه حلقة اليوم نتحدث بها عن الوعي وأن الوعي آخر من يعلم هل هو وهم؟ هل الإرادة الحرة وهم؟ كيف نحن نعرف أن المعلومات تنتقل أن سواء هذه المعلومات بصرية أم معلومات سمعية أنواع أخرى كثيرا من المعلومات الحسية عبر العالم تنتقل ثم عبر جهازنا العصبي إلى داخل جهازنا العصبي نعرف أنها تنتقل بسرعات مختلفة وليس بسرعة واحدة نعرف أن الموجات الضوئية وكذلك الموجات الصوتية التي تنبعث على سبيل المثال أنت تلعب كرة سلة فعندما تأتيك هذه الكرة وتضربها نعرف أن الموجات الصوتية والموجات الضوئية عندما تلامس بالمضرب التي تمسكها بيدك الكرة على سبيل المثال هي لا تصل إلى عينيك وأذينيك في نفس الوقت كذلك يحدث التأثير الذي نشعر به في يدنا عندما نمسك ذلك المضرب ونضرب به الكرة يد عين أذن إذن ليست في نفس الوقت تصل إلى دماغنا الذي يزيد الأمر التعقيد أن الإشارات التي تتلقاها عيوننا آذاننا أيدينا تنتقل عبر مسافات مختلفة إلى داخل جسمنا عبر الجهاز العصبي من أجل الوصول لمن من أجل أن تصل إلى الدماغ ونحن نعرف أن اليد هي أبعد من الأذن والعين عن الدماغ فقط في الدماغ جميع المعلومات تكون موجودة في داخل الدماغ فقط بعد أن يتلقى الدماغ جميع المعلومات جميع المدخلات ذات الصلة ما الذي سوف يقوم به الدماغ الدماغ عندها عندما تأتي معلومات من اليد ومن العين ومن الأذن سوف يقوم بعملية مزامنة مزامنة هذه الإشارات مع بعضها البعض يدخلها في تجربتك الواعية من خلال عملية ماذا تسمى الربط مثل الفيلم السينمائي والذي يقوم به المنتاج بعملية ربط إذن بواسطة هذه العملية التي يقوم بها الدماغ ترى وتسمع وتشعر ترى وتسمع وأيضا تشعر بنفس الوقت أن الكرة ترتطم بالمضرب في نفس اللحظة أو كل الأحوال إدراكك الواقع هو النتيجة النهائية لتعديل داخل الدماغ بارع الدماغ يقوم بعملية إخفاء الفروق الزمنية بين أوقات الوصول من الإيد ومن الأذن ومن العين كيف يقوم الدماغ بهذا الإخفاء الدماغ اللي يقوم بما يقدم دماغك بوصفه هو الواقع هو في الحقيقة بهالحالة ماذا نسخة متأخرة عن الواقع بمعنى ماذا بمعنى أنه الدماغك يجمع المعلومات بأكملها من أذنك ومن عيونك ومن يدك أن الحواس بيأكملها قبل أن يصنع قصة عما يحدث بالبداية يجمع هذه المعلومات يركبها يربطها ثم يقدم لك قصة إذا واضح النتيجة ما هي الكل هذا النتيجة هي أننا نعيش في الماضي اترك منك جزء من الثانية الثانية دقيقة واحد بالألف من الثانية بكل الأحوال بالوقت الذي نعتقد أنه بهذه اللحظة حدث ما حدث اللحظة كانت قد انتهت منذ وقت ثانية نصف ثانية جزء من الألف من الثانية نعم هذا هو تكلفة المزامنة التي يقوم بها الدماغ من المعلومات الواردة من الحواس التكلفة أنك لا تعي بهذه الأمور التكلفة أنها حدثت في الماضي التكلفة أن يتأخر إدراكنا الواعي عن العالم المادي المثير للدهشة أنه وعينا لا يبدو أنه يتدخل في هذه العمليات بأكملها بمعنى أنه الوعي لا يتدخل في كثير من تصرفاتنا باستطاع فقط كونه شاهد لا أكثر ولا أقل نعم لقد تم إجراء العديد من التجارب التي أكدت أن الوعي مجرد شاهد وأن الوعي هو آخر من يعلم قسم من هذه التجارب التي أجروها تظهر بعضها بعض هذه التجارب أنه دماغك يجهز حركات ميكانيكية معقدة الجسمك قبل أن تدركها أنت بوعي قبل أن تدرك قرار التحرك الموجود في داخل الدماغ الدماغ يشتغل يعمل ويشتغل ويحرك ويقرر قبل أنت أن تدركه بوعي هذا التحرك ففي مثل هذه التجارب على سبيل المثال يشاهد هؤلاء بالتجربة التي وضعوهم ساعة أمامهم ساعة خاصة ويحددون مثلاً كل خمس ثواني اللحظة التي قرر بها أن يحرك أصبعه أو قدمه أو يرمش بعينه أو أي حركة يقوم بها كل خمس ثواني على سبيل المثال بنفس اللحظة كل هؤلاء المشاركين هناك جهاز رسم للدماغ محطوط يعني في رؤوسهم موضوع على رؤوسهم بحيث يستطيع تبحثون اكتشاف نشاط قشرة الدماغ هذا النشاط يرسل لك الإشارة للقيام بهذه الحركة التي تحدث الغريب أن هذا النشاط يقوم بعمليات لهذه الحركة يعني يقوم بحركة وشيكة بنحو نصف ثانية قبل أن يشعر بها المشارك بأنها اتخذ القرار بمعنى أنه عن طريق هذه الرسومات أو الخطوط البيانية يعرفون أنه حدث نشاط في دماغك وأنه هناك عملية سوف تجري تحريك لأصبع يدك قبل أن تحرك أصبع يدك بنصف ثانية إذن هذه حركات بسيطة قد يقول القائل وما قيمة نصف ثانية نعم على الرغم لأنه لقص من الواضح بعد لحد الآن كيف نستطيع أن نربط بين هذه القرارات البسيطة عن تحرك أصبع يدك أو ترمش بعينك كيف مثلا نربطها بقرارات أكثر تعقيد مثلا ما نوع الغذاء اللي أتغذى أي طريق أسلك في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه ما هو نوع العمل اللي أريده صحيح يعني فرق جدا كبير بنصف ثانية أما كذا لكن مع ذلك ولا شك أن علم العصاب الحديث يوفر لنا رؤية آخذة في التطور بسرعة جدا للعقل البشري هذه البدايات فقط إذن لدينا الآن لدينا العلماء العصاب الآن سبب الاعتقاد بأنه على سبيل المثال من باب الافتراض الخيالي أفرض أنه شخص بدل هذه الأجهزة التي يضعوها أطباء العصاب في دماغك ويحددون قشة الدماغ نفرض أنه شخص إنسان يعرف النشاط المعين الذي يحدث في دماغك ما الذي يحدث قبل أن تعرف أنفسك ماذا قررت شيء غريب نعم ولذلك لماذا هذا الشيء غريب لأنه حد سنة ثقافتنا تاريخنا علومنا بيأكملها نصور أو مو نصور ولحد الآن عدنا يقين أن الوعي يقف وراء كل سلوكاتنا اللي نعمل بها جميع سلوكياتنا نابع من شعورنا بأننا اتخذنا القرار الفلاني في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذا العالم بنفس الوقت عمالنا الأرادية ترتبط ارتباط وثيق وين بإحساسنا الوعي بنفس اللحظة هكذا كان يصور الأمر إذن سواء كان هذا القرار اللي تفكر به صهير جدا مثل تشرب ماء أم تشرب عصير أم قرار كبير تتزوج أو لا أو تقبل الوظيفة في المدينة الفلانية أم المدينة الفلانية أو أي أن كان معه كذلك أنت تشعر بشدة أن الوعي مقبوب لعمليات التفكير الضرورية لاتخاذ هذا القرار تعتقد أنه أنت تتخذ كل هذه القرارات عن وعي من ثمة كل النتائج المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات على مستوى الدماغ هنا أقصد التأخير اللي موجود تحدثت عنه نص دقيقة عدة أجزاء من الألف من الثانية عفو نص ثانية أو عدة أجزاء من الألف من الثانية هذه الموجودة بإدراكنا للمدخلات الحسية اللي بتفكيرنا كل الأحوال هذه النتائج على مستوى الدماغ تسبب في وصف العديد من علماء الأعصاب أنه الإرادة الواعية هي وهم لا يوجد شيء اسمه إرادة واعية إذن في مثل هذه التجارب شعر المشاركين بأنهم يقومون بفعل بإرادتهم تجربة قاموا بها شعروا هؤلاء المشاركين بأنهم قاموا هذا بإرادتهم لكن الواقع ماذا؟ أن هذا الفعل قد بدأ بالفعل كما يعني يحرك صبعة أو يرمش بعينه أن هذا الفعل هو أصلا بدأ قبل أن يشعر أنه اتخذ القرار أن يحرك صبعة أو بالقدمة أو يرمش بعينه إذن على مستوى الملعصاب تعززت الحجة التي تقول بأن الأرادة الواعية هي وهم من خلال حقيقة أن هذا اللهم يمكن تحفيزه بل حتى التلاعب به عن عمد كيف؟ استطاع مجموعة من الباحثين إجراء تجارب عن الشعور أو إحداث الشعور بالأرادة الحرة لدى المشاركين في إحدى التجارب لكن لم يكن لأشخاص بالواقع أي تحكم بما يحدث التجربة التي أجروها والتي هي معقدة وأحتاج إلى وقت طويل حتى أشرحها ومع أشرحها هناك صعوبة لأن أحتاج إلى رسومات وكذا لكن بكل الأحوال هذه التجربة التي أتحدث عن التي قاموا بها العلماء هي تشبه عملية الخداء ملاحظين تحضير الأرواح حروف أبجدية 28 حروف ونعم ولا ومعرف إيش وهناك كوب يجلس المشاركين فيقول هذا اللي حضر الأرواح هل هناك شبح في الغرفة يتحرك القدح إلى نعم ما هو اسمك يبدأ يتحرك عن حروف اسم محمد علي كذا وإلى آخره والتي هي أنا شخصيا وأعتبرها مجرد بجموعة احتيال على الناس السدج والبسطة لربما واضع مغناطي استحيط أو فوق بطريقة ما هذا سوف يوهم هذا لتحضير الأرواح هو يوهم الآخرين بأنه بفعلا الشبح موجود وكذا هي نفس الطريقة التجرب والتي أجدروها أنه مثلا يطلبون معدهم أيضا في كل خمس ثواني أن يحرك جزء العفو يحرك يضع الماوس الكمبيوتر أمام شاشة على سمك تفاح برتقال أي شيء مئات الأجزاء موجودة وبجموعة شخص آخر أيضا عنده ماوس وبياناتهم حاجز والثنين هم ينظرون إلى شاشة هذا الشخص متواطع وي الباحثين أما الشخص الجالس لا يدري فذلك يقوم بتحريك الماوس إلى أشياء قبل جزء من الثانية إلى سمك إلى تفاح هذا ماذا يعتقد يعتقد أنه هو اللي يحركها اترك أنه فهمت هذه طريقة التجربة أو لا لكن بكل الأحوال ماذا تثبت تثبت أنه هذا الشخص يعتقد أنه صاحب أرادة حرة واختار أنه يختار سمكة أو تفاحة أو سيارة في حين أنه هذا الشخص هو أنه يتلعب به إذن من خلال هذه التجربة يبدو أنه في الظروف المناسبة من الممكن إقناع الناس بأنهم بدأوا بكل وعيهم بالقيام بالفعل الفلاني بينما هناك من يتحكم بهم بهذا الفعل في واقع الأمر إذن من الممكن اختلاق الشعور بالأرادة الحرة وأيضا ممكن الإيهام به مع ذلك فإننا نعيش حياتنا اليومية ونشعر بأننا نملك وعي ونملك أرادة حرة لكل أفعالنا طيب السؤال هو ما هو الدور الذي يلعب الوعي اللي لم يكن هو خالق الأرادة إذا الدماغ كيف كما يشاء يعمل ما هو دور الوعي إذا لم يكن هو خالق أرادة التحرك وكان مجرد شاهد لهذا التحرك وهو يحدث يعني كما نقول أن الوعي ينتبه بعد خراب البصرة من هو المسؤول إذا كانت الأرادة وهم والوعي شاهد بعد الأحداث آخر من يعلم من هو المسؤول نعم يمكننا الآن أن نرى كيف أن الشعور بالأرادة الحرة كما نختبره أو كما نعرفه أو كما عشنا هو ليس بالبساطة التي ممكن أن نصورها أو نعرفها لذلك إذا بددنا هذا المفهوم الشائع المتعارف عن الوعي عن الأرادة الحرة وبدأنا بالتشكيك في فكرة أن الوعي يلعب دور الأساسي في قرارات نتخذها مؤكد سوف نصل إلى توجيه للسلوك البشري أفضل وبكل الأحوال عندما نتحدث عن طبيعة الإرادة الحرة فإننا إلى ماذا نشير فإننا نشير إلى الشعور بهذه الإرادة الواعية بمعنى أننا نشير إلى الوهم الأساسي اليومي الذي يبدو أنه لازمنا جميعا كيف جميعنا نشعر أنه نحن ذوات مستقلة وذوات منفصلة عن العالم لا نشبه شيء في هذا العالم كل إنسان لذات المستقلة نحن رسنا فقط منفصلين عن العالم الخارجي لكن حتى منفصلين عن أدسامنا بالضبط كأنه لو يوجد عندنا وعي أو روح أو نفس سميها تختلف عن الجسد تختلف عن العالم المادي فعلى سبيل المثال أي شخص ممكن يعتقد أنه جسده بما في ذلك دماغه بما في ذلك راسه يسكنه شيء من وعي لا علاقة له بالجسد بمعنى أنه الجسد عليه الحركات الميكانيكية والوعي هو هذا اللي يتحكم بالأرادة بينما الحقيقة هي أنه كل ما نفكر بي أنه أنا يعتمد على وظائف ماذا؟ وظائف دماغ وظائف دماغك وظائف ميكانيكية وليس أنه هناك وعي وأرادة على يتحكم بها أدنى تغيرات العصبية التي تحدث على سبيل مثال عن طريق التسمم مراض جرح حوادث كثيرة يمكن أن تجعل الأنا اللي بداخلك غير قابل أن تعرف عليها تحدث فيما بعد تتعرف عليها نعم البشر جيل بعد جيل قرون بعد قرون قاموا ببناء مفاهيم عن الوعي وعن الإرادة الحرة وعن الروح وعن النفس لدرجة أنه تجد أوصاف هؤلاء ناس أطلقوا أوصاف عن الحياة ما بعد الموت هي تشبه بطريقة عجيبة الحياة قبل الموت يعني هناك جنس يصورون بالآخرة هو نفس الجنس الذي يقوم به في هذه الحياة الدنيا أكل شرب يعكل فواكه جميع الأديان جميع الثقافات عندها هكذا تصور لحياة ما بعد الموت هي نفس الحياة ما قبل الموت هذا هذا التصور موجود عند كل الثقافات البشر اللي بيأكملها لكن الدماغ كنظام يملك بالفعل نعم نوع من الإرادة الحرة نوع من الإرادة الحرة كيف يمتلك هذا النوع من الإرادة الحرة لأن الدماغ أصلا عندما يشتغل عندما يعمل الدماغ عندما يتحرك لا يتحرك هكذا عشوائيا لا يتحرك حسب مقلومات خارجية يتحرك حسب أهداف داخلية يتحرك حسب عملية تفكير معقدة جدا 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 لربما هناك من يصور هو يسمع المحاضرة أنه الدماغ يعمل بكيف هكذا كيف نتفق له لا هو كما تبرمج الكمبيوتر كما تبرمج الحاسبة يعمل وفق ما برمجته معلومات خارجية أهداف داخلية عملية تفكير معقدة لكن مع ذلك عندما نناقش وهم الإرادة الوعي هنا نحن نتحدث عن الوهم الذي يقول أن الوعي هو الإرادة لا الوعي ليس هو الإرادة نفسها أفدا في إحدى المرات سؤل جوزيف جولدشتاين هذا عالم بالكيمياء الكيمياء الحيوية وعالم بالوراثة وعده جائزة نوبل بالطب اش تكره منها عالم ليس له مثيل سؤل هل يعتقد أننا نحن كبشر عندنا إرادة حرة ماذا قال قال أنا لا أعرف حتى ماذا تعنون بهذا المصطلح لهذه الدرجة طبعا مؤكد أن الناس بأغلبهم سوف يعترضون على هذا الكلام على هذه المقولة أن الأرادة الوعية عبارة عن وهم عندما نقول أن الأرادة الوعية وهم سوف يعترضون على هذا الشيء اعتبر على أساس أخلاقية طيب بها الحال إنسان يجرم يرتكب قتل يرتكب مصائب بها الحال ما يتحمل مسؤولية سوف يقول أنا أصلا لا عندي وعي ولا عندي أرادة حرة فأنا ما أتحمل مسؤولية لا سلوكي ولا اختياراتي دماغ يعمل والوعي آخر من يعلم كذا لا البشر يمكنهم بل يجب عليهم أن يتحملون مسؤولية أفعالهم لأسباب عدة هذان المعتقدان ليس كما تعتقد أنهم متنقضين بالضرورة نعم نستطيع أن نحدد الأفعال المتعمدة والواضحة والأفعال التي تنتج عن أمراض عقلية ونفسية الطرابات في العقل الطرابات في الدماغ هذا ليس بالشيء الصعب هناك من يدعي أنه مجنون بالمحكمة تقتل ستقوم مثلا كذا 100 طبيبي يفحصوا ويتأكدوا من سلامتها العقلية وكذا على سبيل المثال لاحظ ما يقوم بالدماغ بالضبط مثل ما يقوم الآن توجد سيارة ذاتية القيادة لا يوجد بها ساق هي تذهب يعني هكذا موجودة الآن أنا شفتها بالفيسبوك أكيد شاهدتها سيارة بدون ساق أفرض أنه هذه السيارة المتقنة وذات التكنولوجيا العظيمة صدمت أحد المرة كيف نحلل هذا الحادث مؤكد السؤال هو أنه لماذا السيارة لم تتوقف عندما كان أمامها شخص صدمته إذا تبين أنه برنامجها بيعيب نستطيع أن نتعرف على هذا العيب مثلا على سبيل المثال هذه السيارة لا تستطيع أن نتميز الناس الذين يرتدون ملابس سوداء في الليل الشارع السود أظلم وهم يعني لابسهم منظمة فذلك ماذا سيتطلب سيتطلب استجابة معينة طيب إذا تعطلت المستشعرات الموجودة بالسيارة وقتلت هذا الشخص أيضا سوف يتطلب استجابة مختلفة طيب إذا هذه السيارة ذاتية القيادة صدمت هذا الشخص لماذا لأن هناك باس مثلا أتى بشكل عرضي فهي تجنبت هذا الباس من أجل أن لا تقتل 20 شخص موجود بالباس ما هو السيناريو الآن السيناريو الآن يختلف عن السيناريو هنا السابقتين سوف نعتبر هذا نجاح للتكنولوجية المتقدمة للسيارة بدلا من اعتبار أحد العيوب لأن السيارة ذاتية القيادة بدلا أن تقتل أن 20 شخص صدمة شخص على سبيل المثال هذا شي جيد إذن مجرد معرفتنا على سبيل المثال أن السيارة ذاتية القيادة صدمة أحد المشات هي ليست معلومة كافية من أجل أن نستاعدنا في منع هذه السيارة في تكرار الحادث أو حتى لمعرفت كيفية صنع السيارات أفضل لا تصدم بكل الأحوال العالم متغير الأحداث متغيرة لذلك من المهم أن نلاحظ أنه جميع ما تحدثت بي الآن عن السيارة ذاتية قيادة تحدثت عن شيء اسم وعي أبدا لم نتحدث عن شيء اسم وعي الوعي هو لنقول السائق اللي بداخل السيارة أصلا لا يوجد سائق بهذه السيارة وكذلك جسم البشري نستطيع أن ننظر إلى الدماغ بطريقة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالأرادة الواعية هكذا يقوم دماغك بهذه العمليات نفس السيارة ذاتية قيادة تغير من سلوكه باستمرار استجابة اللي ما يحدث هنا وهنا من المتغيرات أو أيضا الدماغ يتغير أو أيضا يتطور من خلال ماذا؟ من خلال الذاكرة لعدك من خلال التعلم اللي عندك من خلال تفكيرك الداخلي ولذلك عندما نفهم النوايا الكاملة وراء السلوك العنيف لشخص ما سوف يعطينا معلومات حول نوع البرامجيات التي يعمل بها دماغ هذا الشخص الذي يحمل عنيفة كيف؟ الشخص اللي يخطط من أجل أن يقوم بعمليات إرهابية بعمليات جرائم بعمليات قتل عنده دماغ يختلف بشكل تماما شكل كبير جدا عن الشخص الذي أصيب بجلطة دماغية وهو يقود سيارة فتسبب بقتل مجموعة أشخاص عن طريق الخطأ لكن مع ذلك من حيث كون الدماغ نظام للمعالجة الفيزيائية فإنه بعض أهداف يمكن أن تكون أخلاقية كيف؟ بالضبط الدماغ مبرمج على أن يعمل على عملية تقليل المعاناة تقليل الخسائر هكذا الدماغ مبرمج بالضبط أدمغتنا مشابهة المن مشابه للسيارات ذاتي القيادة التي فرت من الباص ودهست شخص واحد بدل أن تقتل 20 شخص في الباص مثلا ولذلك الوعي لا يعني بالضرورة نحن نتحكم في أدمغتنا أو نتحكم في النظام كل ما نعرفه أن الوعي يشعر بالنظام هذا أيضا ليس من التناقض ليس من التناقض أن نقول أن الوعي ضروري للاعتبارات الأخلاقية لكنه بنفس الوقت غير ضروري عندما يتعلق بمن بالأرادة قبل اتخاذ القرارات بالدمغ لذلك الأرادة الوعية هي وهم بمعنى أن الوعي لا يقود السفينة كما أن سيارة ذاتية القيادة لا يوجد سائق يقودها سيارة مبرمجة من قبل شركة منتهى الموضوع لذلك يبدو واضحا أننا لا نستطيع أن نقرر ما نفكر به أو نسمعه بكل الأحوال هناك التقاء معقد جدا للغاية بين العوامل وبين الأحداث الماضية الموجودة عندك بتاريخك جيناتك تاريخ حياتك الشخصية بيئتك المباشرة العايش بيها حالة أدمغتنا هذه بأكملها العوامل والأحداث الماضية هي المسؤولة عن كل فكرة ممكن أن نفكر بيها انتهت حلقة اليوم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر